اشتركوا في القناة وهو ده اللي قاله أنتوني ليونشتاين الصحف الأسترالي المستقل ومؤلف كتاب المختبر الفلسطيني فمن بداية العدوان على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر اتوسع جيش الاحتلال ودمج التكنولوجيا المتقدمة في استراتيجياته العسكرية فأطلق العنان لأنظمة الزكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف اللي عاوزين يقضوا عليها فقالوا أنهم بيستخدموا تقنية حديثة لقصف عناصر المقاومة ولكنهم استخدموا مصنع اغتيالات جماعية مكن جيش الاحتلال من شن حرب دموية شرسة وهجمات متوحشة كانت حصيلتها مرعبة سواء من عدد الشهداء الفلسطينيين اللي بقوا بالألاف ومعظمهم من النساء والأطفال أو من الجرحة اللي بقى عددهم أكتر من ضعف اللي تقتلوا صديق المشاهد لو عاوز تعرف أكتر عن نظام جوسبل وإزاي بتستخدموا إسرائيل في الإبادة الجماعية يبقى لازم تتابع معنا الفيديو للآخر بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلوك كل جديد مبدأياً كده يا صديقي في شهر يوليو لسنة 2023 كتبت صحيفة بولومبيرج تقرير وضحت من خلاله إن جيش الاحتلال بدأ في استخدام الزكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف للغارات الجوية وتنظيم الخدمات اللوجستية المرتبطة بها أثناء الحرب وفي أوائل شهر نوفمبر لسنة 2023 نشر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي بيان مختصر بيوضح فيه كيفية استخدام نظام جوزبل في الحرب الدائرة حالياً على قطاع غزة واللي بتستخدم وحدة الأهداف التابعة للاستخبارات الإسرائيلية لإنتاج عدد كبير جداً من الأهداف بوتيرة متسارعة لقصفها بناء على أحدث المعلومات الاستخباراتية اللي بتغزي النظام فبعد تحديد الهدف بيقدم النظام توصياته للمحللين وبيمرروه على الجنود وقائد الطيارات اللي بيتولوا عملية القصف في الميدان وكمان بيبعثوا التوصيات للقوات الجوية والبحرية والبرية من خلال تطبيق عمود النار اللي بيستخدم بيانات الأهداف المعتمد عسكرياً لحساب أحمال الزخائر وتحديد أولويات وتخصيص آلاف الأهداف للطائرات والطائرات بدون طيار واقتراح جدول زمني للأهداف اللاحقة وقادة الجيش بيكونوا محملينها على الهواتف الزكية والأجهزة التابعة لهم وأول ما إسرائيل فعالت التطبيق الجديد ده وأعلنت عنه ادعت إن الهدف منه تقليل عدد الضحايا من المدنيين واستهداف الناشطين في حركة حماس وكل فصائل المقاومة ولكن الهدف أثبت ادعاءهم المضلل زي باقي الادعاءات اللي بيصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي للونهار وهنا خلينا أقولك إن وحدة الأهداف التابعة للاستخبارات الإسرائيلية دي بدأ عملها من سنة 2019 وهي اللي ساعدت جيش الاحتلال في بناءه لقاعدة بيانات ضخمة لأربعين شخص مستهدف عايشين في غزة ونظام جوزبل حط قوايم للأشخاص المستهدف اغتيالهم عن طريق القصف من خلال المعلومات الاستخباراتية الموجودة لتحديد الأهداف المحتملة في غزة ورسم خرايط للعدد النظري للضحايا المدنيين من خلال نظام إشارة المرور واللي فيه اللون الأحمر معناه إنه هيكون فيه عدد كبير جدا من الضحايا الفلسطينيين لتبرير الهجوم في حين إن اللون الأخضر هيشير إلى العكس وفي مقابلة لأفيف كخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مع صحيفة إيديعوت حرينوت ذكر إن وحدة الأهداف بتضم مئات الضباط والجنود وبتدعمهم بإمكانات الزكاء الاصطناعي وأكد إنها آلة بتنتج كميات كبيرة من البيانات بصورة أكتر فاعلية عن أي إنسان وبعدها بتترجمها لأهداف بتقوم بمهاجمتها وتذكر إن بمجرد تفعيل النظام في حرب 2023 قدر الجيش إنه ينتج مئة هدف جديد كل يوم في حين إن الجيش قبل كده كان بينتج خمسين هدف في غزة خلال سنة كاملة والحد الأيام الخمسة وتلاتين الأولى من الحرب الحالية على غزة قصف الجيش الإسرائيلي خمستاشر ألف هدف في غزة نتج عنه ضمار المنازل والبنية التحتية ده غير عدد القتلى اللي تجاوز خمستاشر ألف شخص وده رقم أعلى بكتير من العمليات العسكرية السابقة على القطاع يعني مثلا لو جينا نقارن الحرب الحالية بعملية الجرف الصامد اللي شنتها قوات الاحتلال في 2014 على فلسطين واستمرت واحد وخمسين يوم قصف جيش الاحتلال خلالها ما بين خمس إلى ست ألاف هدف ففي الواقع العمليات العسكرية اللي حصلت قبل كده على قطاع غزة كان جيش الاحتلال بيواجه مشكلة كبيرة في تحديد الأهداف علشان يعرف يقصف بوحشية ومن هنا فكروا في نظام الجزبل أو ما يعرف بنظام الإنجيل واستغلوا تطور الزكاء الاصطناعي وأنشأوا نظام الإنجيل المدمر واللي بيعتبر نظام حديث نسبيا والبرنامج الخاص بي طورته وحدة الاستخبارات الإسرائيلية المعروفة باسم الوحدة رقم 8200 اللي اتكلمنا عنها قبل كده وجربوه على أرض الواقع في حرب 2021 على قطاع غزة واستخدموا جيش تل قبيب علشان يحدد بيه أهداف سبتة ومتحركة في ساحة القتال ووصل عدد الأهداف وقتها لمتين هدف والعدد ده اتحدد من تقرير تابع للمعهد اليهودي للأمن القوم الأمريكي وده مركز بحسي أمريكي بيسهل التعاون الأمني والعسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ونظام جوزبل يعتبر سلسلة من سلاسل أنظمة الزكاء الاصطناعي اللي بتستخدمها المخابرات الإسرائيلية اللي بتتولى عملية تجميع وتصنيف كميات هائلة من البيانات والمعلومات الاستخباراتية وبعد كده بتغزي النظام بالبيانات دي وبعدها بتقدم توصيات للجنود والطيارات علشان تقصف الأهداف الموجودة على الأرض وهنا بيقول أنتوني الوينشتاين لصحيفة العرب الجديد على مر السنين جمعت إسرائيل كمية هائلة من المعلومات الاستخباراتية باستخدام معدات المراقبة والطائرات بدون طيار والجواسيس داخل حماس وكذلك من الفلسطينيين الذين يعبرون الحدود ده غير لما قال إن هذا التجميع الاستخباراتي الضخم مكن إسرائيل من توليد وضرب هذا العدد الهائل من الأهداف وهنا يا صديقي خلينا أقولك إن نظام جوزبل ده بيقوم بإنشاء أهدافه باستخدام طريقة اسمها الاستدلال الاحتمالي اللي بتعتبر سمة أساسية لخوارزميات التعلم الآلي وده بيكون عن طريق تحليل عدد كبير من البيانات لتحديد الأماكن الموجود فيها أعضاء المقاومة الفلسطينية وده لأن النظام بيعتمد على منطق الاحتمالات زي ما قلنا وده خاصية من خواص الخوارزميات اللي بتعمل بحث جوه مجموعة ضخمة من البيانات لحد ما توصل لألماط بتتطابق مع سلوك مقاتل المقاومة إضافة إلى إن النظام في خاصية التنبؤ بعدد الضحايا من المدنيين قبل قصفهم في المكان المستهدف ومعنى الكلام ده يا صديقي إن النظام لو لقى شخص فيه جوانب كتير متشابهة مع أشخاص تنيين متصنفين في النظام ده على إنهم مقاتلين في المقاومة فالنظام بيصنفهم على أساس إنهم مقاتلين يعني باختصار كده العملية دي بتعتمد على نظام الافتراض أو الاحتمال حتى لو كان الشخص ده مدني مش بينتمي للمقاومة فهيتم قصفه علشان بس احتمالية اشتراكه في نفس الحالة وعلشان كده نظام جوزبل كان سبب في توسيع دائرة المستهدفين لأقصى حد أما البيانات اللي بيستخدمها النظام علشان يقدم اقتراحه للأهداف فهي في الغالب بتيجي من كذا مصدر منها الأقمار الاصطناعية والصور اللي بتصورها الطيارات المسيرة ومصادر من أنظمة إسرائيلية بتتعرف على الوجه والبيانات الشخصية بجانب المعلومات اللي بتجي لهم من التجسس عن طريق شركات اتصال الجوال ده غير بيانات أبراج المراقبة اللي بترصد تحركات الأشخاص المستهدفين ومن عوامل الخطر في خوارزميات الزكاء الاصطناعي إنها بتعيد إنتاج التحيوزات اللي اتدربت عليها قبل كده بناء على تحيوزات جيوش الاحتلال السابقة وكل اللي بيتحطوا في القيمة السودة بتاعة النظام ده على حد تعبرنا فمش بيخرج منها تاني نهائيا حتى لو كان مشتبه فيه وده لأنها في الأول والآخر آلة مش بشر وده كان سبب تولدها للكم الهائل من الأهداف الجديدة وقصفها فببساطة كده أي مواطن فلسطيني ممكن يكون هدف قابل للقصف في نظر إسرائيل حتى لو كان عضو عادي ومش عضو ناشط في حماس فنظام جوسبل أو الإنجيل مش بيفرق ما بين مدني أو مقاتل وبما إن كتائب القسام عدد عناصرها من 30 ل40 ألف عنصر فتخيل معايا عدد الأهداف المتوقع إنهم يحددوها وحجم الضحايا المدنيين الناتج عن قصف أهدافهم هيكون قد إيه وعلشان كده هتلاقي فيه واحد من ضباط المخابرات الإسرائيلية السابقين وصف بنفسه النظام ده بإنه مصنع إعدام جماعي ده غير الدكتور روب جست بينفولد محاضر السلام والأمن بجامعة دورهام اللي قال لصحيفة العرب الجديد إن استخدام نظام الاستهداف الجديد للزكاء الاصطناعي المسمى هاب سورا مسؤول جزئيا عن هذا المعدل المرتفع من الضربات الإسرائيلية في غزة طوال هذه الحرب وأضاف تتمتع إسرائيل منذ فترة طويلة بالقدرة على تنفيذ هذا العدد من الضربات لكنها تفتقر إلى المعلومات اللازمة للقيام بذلك بطريقة دقيقة نسبيا وبالتالي فإن استخدام الزكاء الاصطناعي يعزز الاستخبارات الإسرائيلية وبالتالي القدرات القتالية وعلشان كده اتعمل تحقيق استقصائي على نظام جوسبل أجرته مجلة 972 بلس ومجلة لوكال كول واعتمد على شهادات سبع أعضاء حاليين وصابقين في الاستخبارات الإسرائيلية بما فيهم أفراد المخابرات العسكرية والقوات الجوية اللي شاركوا في العمليات الإسرائيلية في القطاع المحاصر أساسا بالإضافة إلى شهادات وبيانات ومعلومات فلسطينية ووسائق من قطاع غزة وتصريحات رسمية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ومؤسسات الدولة الإسرائيلية الأخرى فزي ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في 9 أكتوبر 2023 لما قال يتم التركيز على الضرر وليس على الدقة فهتلاقي إن جيش الاحتلال قام بترجمة التصريحات دي لأفعال فعلا ولو جينا نعمل مقارنة بين الهجمات الإسرائيلية السابقة على غزة وبين الحرب الحالية اللي أطلقت عليها إسرائيل اسم عملية السيطة وفي الحديدية واللي بدأت في أعقاب الهجوم اللي قادته حماس على جنوب ما يسمى إسرائيل في 7 أكتوبر فاحنا مش هنلاقي حاجة غير إن الجيش المحتل قام بتوسيع قصفه لقطاع غزة بشكل كبير واستهدافهم مناطق وأهداف ما لهاش أي طبيعة عسكرية واضحة وشملت مساكن الأهالي الخاصة والمباني العامة والبنية التحتية والمباني الشهقة واللي بتقول المصادر إن الجيش بيحددها على أساس إنها أهداف قوة باختصار كده التحقيق أثبت إنهم بدل ما يستخدموا الأنظمة المتطورة علشان يقللوا عدد الضحايا ويقللوا الأضرار الجانبية استخدموا نظام جوزبل كمصنع للإعدام الجماعي وبقى الهدف منه في النهاية استخدامه كوسيلة عقاب جماعي لكل مواطنين القطاع الأبرياء وإن اهتمامه من أساسي في كم عدد الضحايا مش في التدقيق في الأهداف اللي حددها النظام ده غير إن في مصادر أكدت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بيملك ملفات عن أغلب الأهداف المحتملة في غزة مش بس للأشخاص إنما كمان للمنازل اللي بتحدد عدد المدنيين المحتمل إنهم يتعرضوا للموت في حالة القصف فقبل وقت قصير من تنفيذ الهجوم بيكونوا عارفين وحسبين عدد المدنيين المؤكد سقوطهم جراء القصف فوسعت قائمة الأهداف الإسرائيلية وشملت أي شخص يشتبه فيه ولو من بعيد في انتماءه للمقاومة أي أن كان مكان سكنه جوه غزة فلذلك بسبب القصف الافتراضي استشهد عائلات بأكمالها عن عمد وكل ده في محاولة منهم لاغتيال أحد قادة حماس على حسب زعمهم رغم إن الشهادات الفلسطينية قالت إن الغارات الجوية استهدافت العديد من المباني السكنية اللي ما كانش مقيم فيها أي عضو معروف في حماس وبحسب التحقيق الاستقصائي اللي ذكرته لكم من شوية قسموا الأهداف الإسرائيلية في غزة لأربع فئات الفئة الأولى بتستهدف الأهداف التكتيكية اللي بتشمل الأهداف العسكرية زي العناصر المسلحة الفلسطينية ومستودعات الأسلحة وقاذفات السواريخ ومراكز القيادة ونقط المراقبة أما الفئة التانية فبتستهدف الأهداف تحت الأرض ودي الأنفاق اللي بتستخدمها المقاومة وطبعاً الدربات الجوية المتوصلة أدت لانهيار المنازل الموجودة فوق الأنفاق أو القريبة منها أما الفئة التالتة فبيكون تركزها على أهداف القوة وبتشمل المباني الشهقة والأبراج السكنية في قلب المدينة والمباني العامة زي الجامعات والبنوك والمكاتب الحكومية والفكرة من ضرب المنشآت دي كان التوليد حالة من الصخط والضغط على حماس من مواطنين غزة وبالنسبة للفئة الرابعة والأخيرة فدول بيركزوا على منازل العائلات أو منازل النشطاء والنوع ده كان سبب أساسي في ارتفاع عدد الضحايا بشكل جنوني زي اللي بنشوفه كل يوم فعلشان القوات الإسرائيلية تدمر المكان اللي كان عايش فيه فرض في المقاومة موجود جوه بناية سكنية من عد التوابق قامت القوات مدمر المبنى بأكمله رغم إنها عندها تقنيات تقدر من خلالها إنها تستهدف مكان محدد في البناية فمن الواضح كده من المراحل الأولى من الحرب الحالية إن الجيش الإسرائيلي أكبر اهتمامه رايح للفئتين الثالثة والربعة من الأهداف وده وفقا لتصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 11 أكتوبر لما قال خلال الأيام الخمسة الأولى من القتال تم اعتبار نصف الأهداف التي تم قصفها 1329 من إجمال 2687 أهداف قوة وللعلم قبل كده الجيش الصهيوني كان بيقصف المباني وهي خالية من السكان لكن اللي بيحصل في الوقت الحالي إنهم بيهجموا الأهداف من غير ما يغبروا المواطنين وده أدى لاستشهاد عائلات بأكمالها تحت الأنقاض فوفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة اللي فضل يعلن عن أعداد القتلى من وقت ما توقفت وزارة الصحة في غزة عن ذلك في 11 نوفمبر بسبب انهيار الخدمات الصحية في القطاع بحلول الوقت اللي بدأ فيه وقف إطلاق النار المؤقت في 23 نوفمبر فاسرائيل أتلت 14800 فلسطيني في غزة وكان حوالي 6000 منهم أطفال و4000 من النساء والسبب وراء الحرب العنيفة دي هو إن كبار مسؤولين الجيش أدركوا فشالهم بعد 7 أكتوبر وانشغلوا في إزاي يقدموا صورة لانتصارهم علشان يرضوا الرأي العام الإسرائيلي في محاولة منهم لإنقاذ اللي تبقى من سمعتهم في الداخل فخليك فاهم يا صديقي إن إسرائيل بتستخدم التقنيات المتطورة والزكاء الاصطناعي كأداة للإبادة الجماعية ونشر الدمار في كل مكان في قطاع غزة وإن إسرائيل بتوظف التكنولوجيا عسكريا علشان توسع دائرة الموت مش علشان تحسن من أداءها العسكري فخليني أتفق معاك إن إسرائيل استخدمت الزكاء الاصطناعي استخدام سيء وتعاملت معاه على إنه أداة قتل متطورة وبحسب إحصائيات شركات الزكاء الاصطناعي في تل أبيب فإسرائيل حققت أرباح كبيرة من بداية ظهور الزكاء الاصطناعي لإنها تعاملت مع المواطنين في غزة وفي الضفة الغربية على إنهم حقل تجارب للبرامج اللي بيصمموها فمثلاً لما صمم خريجي قطاع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في 2013 تطبيق خراية اسم ويز وجربوه على سكان الضفة الغربية واستحوزت علي جوجل في نفس السنة بمقابل 1.3 من 10 مليار دولار وبرنامج فاير فاكتوري اللي كانت مهمته توليد الأهداف وتحديد كميات الزخيرة المناسبة واقتراح جدول زمنين للغارات الجوية والتخطيط اللوجستي وحدوث أضرار جانبية لكل عملية قصف للمدنيين ساعتها عجب الجيش الإسرائيلي بعد ما حصل قصف غزة واستمر 11 يوم سنة 2021 ووصفوه بأنه أول حرب زكاء اصطناعي في العالم لأنه حدد لهم الأهداف فنشروا الطيارات بدون طيار فتبجح إسرائيل في استخدامها للتقنيات دي يخليني ندرك كويس أهمية تحذيرات الخبراء قبل كده عن خطور الدمج أنظمة الزكاء في الأسلحة واستخدامها في المعارك وللأسف بقى الزكاء الاصطناعي سلاح في أياد مجرمين الحرب المهوسين بالقتل والانتقام فلازم يتعاد النظر في طريقة استخدام التكنولوجيا ورفض استخدامها بشكل غير أدامي ووقف الإبادة الجماعية لسكان غزة وبكده تكون خلصة حلقتنا هستنى رأيكم في التعليقات وما تنسوش تقولوا أننا عاوزين مواضيع إيه نعرضها في القناة وتشوفوا المواضيع اللي فاتت واللي جاية وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد سلام اشتركوا في القناة